نحل مع بعض اختبار عام ثلاثة سنوي اللغة انجليزية من بوكلة المعاصر طيب نشوف كده مع بعض الجزء الثاني من الاختبار اللي هو نبدأ باول قطعة في الريدن بيقول يعني أجاروا قطع على الشاطئ وهيعود في المدت أسبوع كوخ يعني أو منزل صغير Jeff had earned extra money by washing cars now he was ready for a break Jeff حاو شوية فلوس عن طريق غسل السيارات والوقت هو مستعد يستمتع بالأجاز So the whole family was happy when they got to their beach cottage فما وصلوا إلى المنزل الصغير على الشاطئ Jeff's mom had packed several bags of groceries in the car So the first thing the family did when they arrived at the cottage was put the groceries in the refrigerator جابوا حاجات يعني بقالة خاصة بالبقالة يستخدموها في فترة ما يعودوا في الأجازة فوضعوها الأول حاجة في التلاجة They didn't want the food to spoil Next everyone brought in suitcases and bags بعد ما حطوا الغروسرز أو الأشياء يعني الطعام ديت في التلاجة عملوا طلعوا suitcases اللي هي الشنط والباكز اللي هي كفيها الملابس After that it was time to unpack everything بدأوا بايت الله الحاجات بتاعتهم لهم كانوا واخدينها معاهم لهذه الأجازة Finally they were ready for their first vacation dinner بعدين كانوا مستعدين يتناولوا طعام العشاء Jeff's dad suggested they go to a nearby seafood restaurant and everyone agreed that was a good idea والد Jeff قال لهم أنا هنروح في مطعم نأكل seafood أو مأكلات بحرية والجميع وفقوا على هذه الفكرة The next day the family went to the beach Jeff had brought his snorkeling gear راحوا بقى اليوم التالي على الشاطئ وجيف أحضر لـ snorkeling المعدات الغطس يعني معاقلها لـ snorkel يغتس كده بالكرب من سطح الماء He spent a few hours looking for interesting fish بدأ بقى يبص على الأسماك تحت الماء عن طريقه بقى لابس اللـ snorkeling gear جزء منه بيغط العين فيقدر يشوف الأشياء التحت يعني جزء زجاجي كده زي النظارة يقدر يشوف الحاجات هو تحت الماء Alright, so at lunch time the family found a hamburger stand right by the beach and ate there في وقت الغدى في اليوم التالي كلوا هامبورجر في محل هامبورجر كده قريب من الشاطئ After lunch it was back into the water for more swimming بعدين راحوا يصباحوا من جديد بعد الغداء Jeff's dad had brought his surfboard and he let Jeff use it for a short time for a short while يعني والد Jeff أحضر معه البورد التاع التزلق على الماء وخلى Jeff يستخدمه إلى الوقت قصير that night everyone was too tired to go anywhere so they fixed sandwiches at their cottage في تاني يوم دا بالليل ما أدروش يروح أي مكان من التعب عملوا سندوشات في البيت اللي هو في البيت الصغير اللي على البحر On the third day في اليوم التالت Jeff finally got the chance to look around the small beach side town there were all sorts of interesting shops بدأ باي بص على المدينة اللي هي بقرب من أو البلدة اللي هي بقرب من الشاطئ فيها interesting shops محلات مثيرة يعني للاهتمام مثلا كان فيها video arcade مكان لو بيع شرائط الفيديو الأفلام والمسرحيات Jeff was glad he had brought extra money with him he was able to get a sweatshirt for himself اشتري يعني shirt اللي نفسه يعني presents for his friends وبعض الهدايا لأصدقاؤه and tokens for the video for the video games وبدأ يجيب بعض الحاجات اللي فيه ألعب فيديو the rest of the vacation was just as enjoyable كانت الرحلة ممتعة everyone got the chance to swim, shop, relax and rest in the sand باي الجميع عندوا الفرصة يسبح ويتسوق ويستمتع ويسترخي على أي أشاطئ when the week was over everyone agreed it had been the best vacation they had ever had بعد نهاية هذا الأسبوع أو في نهاية أسبوع الجميع أدرك اندكت أفضل أجازة أصلوا عليه طيب نشوف بقى السؤال الأولاني 17 why does the family put the groceries away first ليه حطوا حاجات البقالة ديت وحاجات الأكل الأول في التلاج الإجابة D they do not want the food to spoil ما كانوش عايزين الأكل يفسد فبسرعة حطوه في التلاج طيب يبقى دي الإجابة الصحيح سؤال 18 بيقول which prediction is most likely إيه هو الـ prediction أو الطاقع اللي ممكن يحصل هنلاقي B the family will go to the beach cottage again إن طبعا في القطعة قال إن هما استمتعوا بهذه الأجازة جدا فمن المتوقع إن هما يروحوا لهذا المكان ويستأجروا هذا البيت بالقرب من الشاطئ مرة أخرى cottage بيت صغير أو كده يعني اللي هي B طيب number 19 بيقول which of the following summarizes the second paragraph هنلاقي إن دي هو أحسن حاجة بتلخص البراغراف أو الفقرة التانية اللي هو D a nice dinner at a seafood restaurant خدوا العشاء بتاعهم في ذلك اليوم في مطعم المأكلات البحري طيب سؤال number 20 هنلاقي what is the second thing the family does after they got after they get to the cottage إيه تاني حاجة عملوه لما وصلوا هذا المنزل الصغير هنلاقي الإجابة D they bring in their bags يبقى أول حاجة طلعوا الغروسرز عطوا في التلاجة وتاني حاجة اللي هي D they bring in their bags طلعوا بقى الشنط وستود كيسز عشان يطلعوا منها الملابس يبقى D الإجابة الصحية طيب السؤال 21 when does the family go to the beach إمتى الأسرة بتروح للشاطئ حنلاقي إن D الإجابة on the second day أو اليوم ما يدروش يروحوا كانوا طلعوا الحاجات حطوا الجراسرز في التلاجة وحضروا طلعوا الملابس وبعدين راحوا للمطعم السيفود ده فأول ما وصلوا بالليل تاني يوم بقى راحوا الشاطئ يبقى on the second day في تاني يوم هي أوم ما راحوا الشاطئ يبقى D طيب السؤال 22 بيقول which of these is an opinion إيه اللي من الجمل دي تعتبر رأي وليس حقيقة حنلاقي إن هي D الإجابة الصحيحة بيقول فيها the rest of the vacation was just as enjoyable دي من وجه نظره إن باقي الأجازة كانت ممتعة يبقى ده الرأي الشخص للشخص اللي كتب هذه القطعة يبقى D ده رأي مش حقيقة يعني طيب 23 what does Jeff learn what does Jeff learn Jeff بيتعلم إيه A saving money allows you to buy special things طبعا هو كان اشتغل شوية في غسيل السيارات عشان يوفر فلوس قبل ما يروح الأجازة فلما راح الأجازة يدر يشتري بعض الهداء الأصدقاء وبعض الأفلام الفيديو اللي هو يشوفها إلى آخره فاتعلم بقى من الموقف ده إن saving money اللي هي A لك تحوش بعض المال allows you to buy special things بيخليك تشتري بعض الحاجات اللي انت بتبقى محتاج لها يبقى إيه الإجابة الصحية طيب السؤال 24 بيقول which statement reflects a reader's connection to another text على إن بي this reminds me of a story about a family that has a good time camping نفس الفكرة قريبا أسرة راح تستمتع من نفسها على الشاطئ أيضا أسرة راح تعملت camping أو تقييم واستمتعت بوقتها هناك فديت متشابهة يعني ده بيفكر نبدأ يبقى بي الإجابة الصحية كده خلصنا القطعة الأولى نشوف القطعة التانية نقراها مع بعض When people think of distinctive Scottish folk music they usually think of the bagbibes لابتفكر في الموسيقى السكتلندية دائما بتفكر بالإرب اللي بيستخدموها في الموسيقى أو شنط اللي هي عملة زي الباغ بيب اللي تستخدم فيه كآلة موسيقية However the instrument was not invented in Scotland لكن هذه الآلة لم يتم اختراعها في سكتلند Experts think that the bagbibes must have first been played in Egypt in around the first century BC بعض الخبراء بيقولوا أن هذه النوع من الآلات الموسيقية كان موجود في مصر في القرن الأول قبل الميلاد when a bagbib was added to a type of flute أوكي يعني كانت مشابهة كده للفلوت وكان بيضاف لا شيء to play the bagbibes a bag made from animal skin يعني في هناك حقيبة أو شنطة مصنوعة من جلود الحيوانات had to be filled with air كده مملؤة بالهواء when the bagbib player pressed the bag لما بيضغط على هذه الشنطة air went into the instrument الهواء بيمر في هذه الآلة so that the music could be continuous لأن الموسيقى أو سوء بتاعه مستمر حتى لو العازف يبطل نفخ في هذه الآلة the bagbibes were very popular and they were taken into the north of Europe طبعا انتقلت بعد كده لشمال أوروبا by the Romans عن طريق الرومان people enjoyed listening to the bagbibes for about a thousand years لمدت ألف سنة then people started to spend more time indoors bagbibes which are very loud الآلة ديت صوتها عالي جدا are not the kind of instrument that you want inside a house ما انفعشي تعزف بيها داخل البيت عشان صوتها عالي أو في أمكان ملاخي so they became less popular in some countries فأصبحت أقل انتشارا في بعض المدن أو في بعض الدول in Scotland however لكن في سكتلندا people still love listening to them the army used them to send messages الجيش في سكتلندا بيستخدم الآلة المستقدي عشان يبعت مسائل it is said that the bagbibes can be heard up to 16 kilometers away ممكن تسمع هذه الآلات من على بعد 16 كيلو لأنها عالية جدا صوتها يعني for this reason the English who often had battles with the Scottish الإنجليز اللي كان دايما في معارك بينهم وبين الاسكتلنديين banned people from playing the bagbibes منعوا الناس انهم العبوا هذه الآلة at the end of the 18th century في نهاية القرن 18 today the bagbibes are played at many important processions and events throughout scotland لكن يتم عصف هذه الآلة في محافي العديدة في اسكتلندا but you don't have to go to scotland to hear them they are also popular in ireland and parts of france spain and turkey وهي برضو مشهورة في دول أخرى زي آيرلندا وفرنسا وأسبانيا وتركيا طيب مشوب بقى السؤال 25 بيقول the second paragraph answers the question اللي هو بيقول إيه A how can you play the bagbibes إزاي أن أنت تلعب الآلة الموسيقية اللي هي البلاك الفقرة التانية بتجاوب على هذا السؤال كيف تعزف بالباك بايب طيب 26 this passage is about تكلم عن إيه؟ عن الباك بايبز وهي آلة موسيقية بيبقى فيها كده زي إربة أو عقيبة بيبقى مليانة هواء ويهي بتخلي صوت هذه الآلة مستمر بعد النفق فيها للمرة الأولى يبقى إيه؟ الإجابة الصحية طيب 27 how did the bagbibes become popular in the north of Europe إزاي انتشرت وأصبحت مشهورة في شمال أوروبا هنلاقي الإجابة إيه؟ they were taken there by the romans الرومان لجوم من مصر نقلوا الباك بايبز من مصر اللي كانت في مصر الفرعونية من قرن الأول قبل الميلاد بعد كده انتشرت في أوروبا عبر الروماني زي ما احنا ورد في القطع طيب سؤال 28 بيقول people want to listen to the bagbibes inside the house because لن يجب أن ترداش تسمع الآلة داخل البيت لي they are very loud زي ما قال في القطع C الآلة دي عالية جدا صوتها عالي جدا فما ينفعش تعزفها داخل أماكن مغلق يبقى C الإجابة الصحية طيب سؤال 29 بيقول in 20 years traditional folk music in Egypt well unless we enhance young people's interests in music يبقى will disappear دي يعني الموسيقة التقليدية ممكن تختفي من مصر إلا لو شجعنا الناس أنها عندها اهتمام بهذه الموسيقى بذات الشباب يعني يبقى disappear دي الإجابة الصحية طيب السؤال 30 بيقول when you can hear the back pipe in Scotland nowadays يعني إمتى تقدر تسمع الباك بايبس هنلاقي أن be at important events في المحافل أو الأحداث المهمة بيعملوا فيها الباك بايبس وبيعزفوا عليه يبقى بي الإجابة الصحية طيب السؤال 31 بيقول we can infer ممكن نستنتج from the passage that the word distinctive means كلمة distinctive اللي جات في أول قطعة خالص معناها حاجة distinguishable يعني حاجة يمكن تميزها بسهولة يبقى بي الإجابة الصحية distinctive هي نفس معنى distinguishable في الحالة دي مميزة أو يمكن تميزها بسهولة يبقى هي بي إجابة بي طيب السؤال 32 بيقول why did the Scottish Army use the bagpipes to send messages كان الجيش السكتاندي بيستخدم الباك بايبس عشان يبقى ترسائل لأنه ممكن تسمع من على مدى بعيد يبقى بي الإجابة الصحية بالوقت بقى ننتقل لسؤال translation شوف أول واحدة 33 بيقول the technological age in which we live is distinguished by many great scientific inventions حنلاقي أن أفضل ترجمة هي دال العصر التكنولوجي الذي نعيش به يتميز بالعديد من الاختراعات العلمية العظيمة great scientific inventions لازم طبعا نقرأ الجمل كلها حنلاقي أن في الجمل التانية أكيد فيه غلطة في كلمة أو حرف جر أو نفي أو غير بس هنا دال الإجابة الصحية طيب نقرأ كده 34 بيقول world crises have proven that it is a must to reclaim our deserts to achieve food sufficiency لأي إن الإجابة الصحيحة هي باء لقد أثبتت الأزمات العالمية أن من الضروري أن نستصلح أراضينا الصحراوية لنحقق الاجتفاء الزاتي اللي هو food sufficiency الاجتفاء من الغذائي الاجتفاء الغذائي ليس الزاتي الاجتفاء الغذائي اللي هو food sufficiency يبقى إذن باء هي الإجابة الصحية طبعا crisis معنى أزمات جمع أزمة عشان فيها إلا مشاعي ففعلا باء هي الإجابة الصحية طيب نشوف سؤال 35 نقرأ كده البطالة والأمية هما سببان رئيسيان في ارتكاب الجرائم فيجب خلق فرص عمل للشباب حنلاقي إن دي هي أفضل ترجمة Unemployment اللي هي البطالة and illiteracy المفروض بقى illiteracy مش literacy يبقى illiteracy هي بس فيها خطأ أو اللي حاجة R اللي هي مفروض I-L-L-I-T-E-R-A-C-Y are the main reasons of committing crimes هما استببان رئيسيان في ارتكاب الجرائم so it is necessary to create job opportunities ولذلك من الضروري خلق فرص عمل for young people يبقى 35D لكن إحنا نخلي بالنا إنه هو هنا literacy أصدق illiteracy المفروض ده وانيسى بس ال-I-L في الأول معناها الأمية أو عدم المعرفة بالقراءة والكتابة طيب سؤال 36 بيقول نقرأ كده مع بعض إن الشخص المتفائل غالبا ما يحب عمله فهو دائما يرى الجزء المشرق في الحياة على إن سيهي أفضل ترجمة an optimist اللي هو المتفائل often likes his work as he always sees the bright side in life دائما بيشوف الجانب المشرق في الحياة اللي هي the bright side in life طيب بالنسبة بقى لسؤال ال-writing اللي هو الاختيار متعدد بيقول 37 بيقول in a for and against يعني أنت بتشرح يعني أنت بتشرح or disadvantages paragraph has one of the main advantages يبقى إيه يبقى body paragraph اللي هي بي اللي هو الفقرة الرئيسية من فقرات أو paragraph في الفقرة الرئيسية اللي بيسموها body paragraph بيبقى فيها advantages وفي فقرة تانية فيها مثلا disadvantages يبقى هنا بي الإجابة الصحيحة body paragraph يعني إيه يعني براغراف رئيسي اللي هو يعني بعد ال-introduction في براغراف أو اثنين أو ثلاثة رئيسي وبعدين ال-conclusion أو الختمة في الآخر فالbody paragraph بيسموه براغراف رئيسي أو فقرة رئيسية في المقال طيب سؤال 38 شوف هنا السؤال 38 بيقول which of the following is structurally correct my love for this place is deep-seated A ولا B I have deep-seated love for this place ولا my love for this place is deep-seated التلاتة صح يبقى الإجابة لا مش التلاتة بقى A و B هي اللي صح تلاتة واحدة my love for this is deep-seated لا المفروض إن ما يبقاش فيه هنا إيه بعد بربة و B ما نحطش داش ما بين deep-seated يبقى إذن ألف وباء هي اللي صح اللي هي D A و B يعني A و B اللي هي D اللي تشمل الاثنين هي الإجابة الصحية طيب السؤال بعد كده 39 that is the second part of your email address after the A يبقى ده اسمه يبقى domain name domain name هو اللي بيبقى موجود ما أقول مثلا الجزء الأولين من الإيميل وبعدين at مثلا ياهو فياهو دي معناه إيه ليه domain name يبقى C آخر سؤال عندنا في الامتحان النهاردة 40 بيقول which sentence has a perfect punctuation حنلاقي in A و C he said are you French أو are you French he said وبالتالي الإجابة الصحيحة دي لأنها اللي بتشتمل على A و C دي هي الإجابة الصحية thank you for watching تابعونا في البديوهات القادمة إن شاء الله نكمل حل اختبارات عامة من بوكلة المعاصر لتالتة سنوي ونتمنى التوفيق للجميع